أكد مربو الماشية في محافظة المفرق التزامهم بالإجراءات الحكومية المتبعة للحد من انتشار وباء كورونا في المملكة مبينين في الوقت ذاته أن قطاعهم تضرر من قرار فرض حظر التجول الذي منعهم من تفقد مواشيهم وقال مربو الماشية أنه تم اتلاف كميات من الحليب بسبب عدم إيجاد آلية لتوريد الحليب لمصانع الألبان والأجبان وطلبوا باستثناء هذا القطاع من قرار حظر التجول بما يتماشى مع إجراءات السلامة العامة ويحفظ على الأمن الغدائي فيما يتعلق بمشتقات الألبان ينضم إلينا من منطقة الرحاب غربي المفرق مراسل المملكة أنس الحراحش أهلا بك أنس آخر التفاصيل المتعلقة بمربي الماشية وتعليقاتهم الأخيرة وملاحظاتهم فيما يتعلق بالألبان والأجبان المستخرجة من مواشيهم نعم أريج اسمحي لي قبل الحديث عن مربي الماشية أعرج إلى يوم أمس قليلا كان هناك الكسام كبير من قبل الأهالي في محافظة المفرق بقرار حظر التجوال الشامل إلا أنه كان يوجد بعض القروقات تحدث محافظة المفرق ياسر الأدوان المملكة أنه تم ضبط 67 مخالف لقرار حظر التجوال بالإضافة إلى ضبط 18 مركبة ودراجة نارية وإغلاق أربع محلات اليوم تعود الحركة إلى طبيعتها في قرار فك حظر التجوال الجزئي من العاشرة وحتى السادسة فيما يتعلق في مربي الماشية هناك حقيقة قطاعات عديدة في محافظة المفرق تضررت من قرار حظر التجوال وخصوصا المنشآت الخاصة وأيضا أن هناك عدد كبير من الموظفين لم يستلموا رواتبهم في القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والشركات الصغيرة مربي الماشية تحديدا هم القطاع الأكثر ضررا في محافظة المفرق وهم القطاع الأكبر في محافظة المفرق محافظة المفرق يبلغ تعداد المواشي فيها إلى مليون رأس وأيضا أكثر من خمس آلاف مربي ماشية في محافظة المفرق الآن الآلية تتم أنه لا يوجد آلية لتوريد الحليب لهؤلاء المربي الماشية المحليين في محافظة المفرق ممن يملكون حيازات كبيرة تتجاوز الخمسمائة رأس لكل مربي ماشية هذا الأمر يجعل الحليب في الماشية وهذا يشكل ضرر كبير على الماشية في محافظة المفرق كان هناك مطالب لآلية وجود تصاريح لهؤلاء المزارعين بالإضافة تصاريح للجبانين كما يسمونهم في محافظة المفرق الذين يستلمون الحليب لإنتاج مشتقات الألبان منه الآن كما تحدثنا تقريبا مليون رأس في محافظة المفرق وأكثر من خمس آلاف مزارع يجدون صعوبة في توريد الحليب ويعتبرونه أمن غذائي للمملكة مطالبين باستثناؤهم من قرار حضر التجوال لتسنوا من إنتاج الحليب وتزويد الأسواق المحلية بمشتقات الألبان نعم مراسل المملكة أنا أسأل حراحشي شكرا لك